الانتنين البقى نحنا نتكلم دوقتي على الاسبيتش بدلا ما كنا نتكلم على الهيرنج يعني في بردو الساوند لايفل بتاعة الاسبيتش ممكن ان هي تفاري بشكل كبير طبعا لو واحد انه هو بيكلم بصوت واطي بغير مختلف بيكلم بصوت عالي غير ما بيعمل ويسبرين يعني كنه بيوشوش حد فبنتكلم على حاجات مثلا بالنسبة فيه كزا موجودين انهم موجودين للكلام ده فبنتكلم على الاسبيتش ممكن احنا ناخد واحد فيهم ونقدر نعبر بيه عن الايه عن اللابل ده وبيساويك يعني فلاقي فيه اختلافات كبيرة الحقيقة لو احنا خدنا اي واحد من الماجرز دي زي مثلا البيك انستنتينيس براشر مثلا هلاقي في الويسبر سبعين ممكن يوصل في الشاوتينج يوصل الى مئة وعشرة فرق كبير جدا فرق يعني اربعين ديسيبل فرق بين ديسيبل يعني ميت مرة في الانتنستي لابل اوكي فطبع الفرق كبير جدا جدا فطبع فيه كبيرة الحقيقة جدا بين الايه بين المود المختلفة في الاسبيتش وبعضيها في الاسبيتش طبعا الكلام ده مفيد في ايه مفيد ان هو احنا الوقتي لو بنكلم على ان احنا عايزين نطلع يعني ممكن يبقى فيه عندي مثلا ان الماكنة تديني مثلا ميسج محددة او ان مثلا الماكنة بتاعتي دي بقى فيها تكستو سبيتش مثلا بحيس ان هي تطلع لي الميسج ما هيش بشكل تون لأ بشكل فعلا كلام يعني سبيتش يعني ميسج محددة يعني فبرضو احنا عايزين نطلعها في اني لابل بالزبط نفس الكلام بالزبط لو احنا بنتكلم على اللابلز او ديستريبيوشنز بتاعة الاسبيكينج بوليومز بتاع الناس بتكلم في التليفون هنلاقي ان احنا بايسيكلي يعني لها ديستريبيوشن كده شكله جاوسين وبنلاقي مسلا ان احنا يعني البيك بتاعتنا عند من تلاتة وستين لستة وستين ديسيبل رينج فبرضو دي حاجة يعني مفيدة نحنا نبقى عارفينها علشان نبقى برضو يعني متوقعين او عارفين مسلا الناس اللي يعني هتتلقى الاسبيتش نحن بنطلعه من الجهاز بتاعنا ده متوقعها الليفل قد ايه على شكل عشان نقدر نحن نطلع زيه بالظبط طبعا لازم يبقى كلنا نفاهمين الاسبيتش ده very complicated time varying signal والحقيقة بيخليها في منتغى الصعوبة انها تقاس وممكن احنا عمتا نقسمها المجموعة من الفريقونسي بانز والمتالي بعد كهن نفكر في كل واحدة من الفريقونسي بانز دي يبقى الانتنسي بقيتها كامل ان هي فعلا كلها على بعضية كده معقدة يعني مش بكلم بس على انتنسي بتاعت حاجة بفريقونسي معينة لا ده انا عندي فريقونسي كتيره وكل الفريقونسي بيبقى لها certain intensity مختلف عن الثاني فعنتا لقينا ان نحنا الى احنا منبص على الاسبيتش بتاع الميلز بقى ان الاسبيتش بتاعيتنا بتاع الاسبيتش بتبقى حوالى 123 هرتز في حيننا بنسبه للفيميلز بتبقى حوالى 256 هرتز فنتكلم ان احنا طبعا ده يعني طبعا يعني ده حاجة متوقع لان احنا عندنا الطبعا الاسوات النسائية بتبقى طبعا ارفع شوية من اصوات الرجالية فطبعا ده بيبقى واضح جدا في فريكنسي رينج دول. وعامتها هنلاقي ان احنا معظم الانيرجي بتاعتنا بتاعت الاسبيتش اقل من الف هيرتز. والحقيقة اكتر من خمسة كيلو هيرتز هنلاقي ان قليل جدا 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 من الانيرجي موجودة في الانيرجي ده. فبنتكلم على الانيرجي اللي هو الف هيرتز لو احنا عايزين نمانيمايز الانيرجي بتاع الفريكنسي بتاعنا يبقى الف هيرتز ممكن يبقى عنده ماكسمام او مش ماكسمام يبقى عنده احنا خدنا اكتر من كده بيبقى طبعا بنوضح الاسبيتش اكتر شوية. احنا قلنا ان احنا في الانيرجي بتاع الالفين بيبقى في بعض المعلومات ان هي بتبقى لو هي الوسط بتخلي الاسبيتش اصعب شوية. ده طبعا بيبقى نتيجة لان هو الشخص نفسه بيبقى سينه كبير شوية فالبرسيبشن بتاعه او بتاعه بتاع الاسبيتش ممكن ان هو يكون اقل. بس عمتها بنتكلم على ان احنا لو حاولنا نخلي الانيرجي بتاعنا لغاية خمسة كيلو هيرتز هيبقى فعلا معظم الحاجات الاساسية كلها موجودة معانا في الانيرجي دوت.